اهلا بحضراتكم كل متابعين تلفزيوني اليوم السابق في كل مكان وتغطية جديدة هكون معاكم فيها حمود محمد الحقيقة احنا اشتقلنا جدا شهر رمضان وخلاص هانت كلها بعد غد السبت وهيكون اول يوم في شهر رجب واللي طبعا بيقولنا انه خلاص فاضل شهر ويعني هنستقبل شهر رمضان وهنبدأ نشوف كل التقوص الرمضانية اللي بيتميز بيها الشارع المصري طبعا مش هينفع نتكلم عن شهر رمضان وانتظاره من غير ما نتكلم عن فنوس رمضان اللي مهما الدنيا تغيرت وتطورت هيفضل فنوس رمضان لي طعم وذكرة خاصة جدا عندنا طيب ازاي الاسواق المصرية هتستقبل شهر رمضان وايه اخبار الفوانيس ده السؤال اللي هيجاوبنا عليه المستاذ بركات صفا نائب رئيس شعبة لعب الاطفال والهدايا بغرفة القاهرة التجارية اهلا بحضرتك يا فندم معين اهلا بحضرتك بالسانة المشاهدين كل سنة وحضرتك طيب حضرتك بالسانة والتلام رمضان كريم ان شاء الله الله اكرم في البداية عايزة اسأل حضرتك ايه اخبار فوانيس رمضان السنة دي اه والله فانوس رمضان احنا طبعا بنستعدي للشهر الكريم ده من قبل رمضان ما يجي بستة شهور اه طبعا احنا كنا الاول بنستورد الفانوس من الصين حاليا احنا تقريبا بنصنع مية في المية اه الفانوس ومصر هنا اه طبعا الاشكال اتغيرت والاصناف اتغيرت و اه يعني احنا دايما كل سنة فيه جديد بالنسبة لفانوس رمضان اه طيب ايه المتوقع في الاشكال السنة دي الاشكال السنة دي احنا طبعا الفانوس متنوعة يعني احنا بنعمل الفانوس اللي زي كانت الصين بتعمله بالضبط اللي هو الفانوس البلاستيك اللي بيغنه وبينور بناعمل دلوقتي الفانوس الخيامية بنعمل الفانوس الخرج بتعمل الفانوس السوق بتعمل النهاردة الفانوس الصنع من الحديد النهاردة فيه بيتعمل النهاردة على الفوانيس كل ما هو جديد زي اللي بيجي في البرامج التلفزيونية النهاردة بتبقى موجودة على الفوانيس احدى الحاجة طبعا الاسعار مش غالية اسعار متنوية الجميع يعني في حاليك بالضبط يا فاندي يعني احنا حضرت الفانوس المفروض النهارة للمستهلك بيتزر حضرت من اول اه اه طبعا الفوانيس اللي بيتنور من اول تلاتين جنيه اه طبعا لحد حوالي مسلا اه اربين او خمسين جنيه فيه طبعا حاجات بنعملها جديدة سنة دي لعبة مطنية اللي تبتدي طبعا من اول حوالي سبتين وخمسة سبتين جنيه حوالي خمسة وتمانين جنيه اه طبعا الاشكال المتعددة والاصناط موجودة كتيرة اه احنا كان عندنا طبعا السنة اللي فاتت كان فيه حصل اه 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 وضاء كورونا طبعا اه مشتغلناش السنة اللي فاتت كويس كان فيه بضايا موجودة عندنا دي البضايا اللي حضرتك تقصد انها كانت اه يعني مستوردة من الخارج لا لا طب لا اللي تم تصنعها احنا حضرتك بقى انا حوالي اربع سنين اه اه الفانوس اللي مستورد اه اه حضرت اه ممنوع دخوله اه اه احنا طبعا اه من من قبل كده واحنا طبعا بنصنع عن الفانوس المصري احنا عرض احنا اه ممكن نصدر اه الفانوس المصري الدول المتعددة فيه الاردن كنت عايزة وفيه حضرتك اه كمان اه الغريب ان ايطاليا كنت عايزة فانوس رمضان اه يعني طبعا انت عارفوا حضرتك المقتربين المصريين ان عارضها موجودين في العالم كلهم اه وطبعا هما بيحتاجوا فانوس رمضان للبصارية طب اي اكتر الاشكال اللي عليها الطلب? حضرتك اي فانوس اه حضرتك بيغني وبينور اكتر شيء عليه طبعا اني طبعا انت عارف الطفل النهاردة اللي بيش عايز زعبة صامتة او بيش عايز فانوس صامت فطبعا الفانوس كلها اللي هي تبقى عبر عن فوانوس متحركة او بتنور او بتغني هو ده لطفل الناس عديها وبيل عديها لكن الفوانوس مش مرتبطة بالاطفال بس احنا كمان الكبار لنا ذكرى خاصة جدا مع الفوانوس عشان كده يمكن توقعت انه حضرتك هتقولي انه شكل الفانوس القديم هو اللي علي الطلب اكتر طبعا الفانوس الكلاسيك طبعا احنا احنا بالنسبة كمصنعين وكمستوردين كتبار اه طبعا بالنتاج للفانوس الاقتل هو الفانوس التقليدي اه اه ما فيش مانع ان احنا يبقى فيه فانوس برضى على شكل لعب اه يمكن الكبار شوية بيحتاجوا الفوانوس اللي هي بتبقى عبر عن اشكال اه اه بتبقى للجامعة اللي هم اه الحطاب او الارسان الجداد او اللي بتبقى يعني بتطفل فئة اكتر من الاطفال دي موجودة عندنا اشكال مختلفة وانواع مختلفة واحظات بيش بس كده فيه النهاردة فيه عرائز رمضانية فيه فانوس رمضان فيه لعب رمضانية فيه حاجات كتيرة جدا ما احنا بتستهدي الموسم ده من السنة للسنة لانه طبعا موسم بيبقى بالنسبة لنا مهم جدا وبتشتغل فيه مجموعة كبيرة جدا من الاسر المنتجة والورش الصغيرة والصناعات الصغيرة وطبعا ده مهم اوهي النسبة لها طيب دهي خليني يسأل حضرتك احنا تقريبا بنصرف قد ايه على تصنيع فانوس رمضان سنوي طبعا عندك فانوس رمضان طبعا احنا عندنا لو احنا نقول طبعا بالنسبة لعدد الاطفال لو النهارده بس لو قلنا اللي هستخدم الفانوس خيئي مثلا حوالي خمسة مليون قصر وخمسة مليون طفل فاحنا هنقدر نقول لو في ميج جنيه باحنا بنتكلم حضرتك في حوالي خمسين مليون جنيه وهذا بالحضرتك ده تقعني ممكن الناس طول لما تسمع خمسين مليون جنيه تقول ده رقم كبير ده ده رقم مش كبير لان نصيب الطفل صغير جدا بالنسبة للعدد وطبعا احنا كويفا ان احنا كالسماعة مصرية بنقدر نغطي احتياجات السوق المصري لكن هو المفروض اصلا يبقى الرقم قد ايه علشان يبقى فيه ارضاء للسوق المصري ومتوازي مع فكرة الانتاج والطلب كمان عليه احنا المفروض يبقى اكتر من كده لكن نتيجة حضرتك يمكن عارفة الوسر المصري دلوقتي اتجاه للمستزامات الاساسية زي المدارس والمصروفات الاساسية للمنازل يعني فاحنا نعرضه في نصف المطالب على طبع حاجة تكملية لكن احنا بنحاول ان احنا على قد ما ننتقلون متوجدين القوى الشرقية في طبعا انت عارفة حضرتك النيا ضعيفة بسبب جراحات كورونا بسبب الازمة اللي احنا فيها الازمة اللي في الطاضية على العالم كله مش على مصر بس والتالي احنا كان المفروض احنا حجم الانتاجنا يوصل للتلتونة ومليون لكن احنا الرقم اللي احنا بنقول عددوت اه رقم متاح حاليا ان بسبب اللي حصل السنة اللي فاتت من جراحة كورونا جميع المنتجين اه يعني قللوا في انتاجهم جدا عن السنوات السابعة ناتجة طبعا ان كان فيه من السنة اللي فاتت فيه رقود وكان فيه وضع موجودة في المخازن بارقام كبيرة طبعا وده اللي خلى الناس السنة الانتاجه باقل من السنة اللي فاتت طيب ده خيليني بقى اسأل حضرتك سؤال اخير امتى هنبدأ نشوف الفوانيس في الاسواق المصرية انساء الله من 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 اول يوم اه عشرين او اثنين وعشرين اه فبراير هيبتد انساء الله عرض الفنوس في الاسواق الجملة اه اسواق المصر والمناطق اللي فيها اللي بيها بسأسعار الجملة اه انساء الله قدامنا يتبقى بكتير اوه وعشر قيام نكون الجماعة بقى الفوانيس معروضة اه وربنا يوفق الجماعة انساء الله ان شاء الله كل سنة وحضرتك طيب حضرتك طيب والسادة المشاهدين بخير استاذ بركات صفا نائب رئيس شعبة لعب الاطفال والهدايا بغرفة القاهرة التجارية كنت معانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا شكرا لحضرتكم كل متابعين تلفزيون اليوم السابع وانتظرونا على مدار اليوم في تغطيات اخرى الى دقاء